انا هاختم مع حضراتكم بيعني رسالة جاتني غريبة جدا لان احنا معنا النهاردة الحقيقة نجم من نجوم الانشاد في مصر يعني حوار خاص مع الصديق العزيز جدا محمود التهامي ده ضفنا العزيز النهاردة اللي بأشرف ان هو يكون معي بس انا جات لرسالة انا بتقدم ببلاغ رسمي الى رئيس الازاعة الاستاذ محمد نوار حتى يحقق فيه هذه الوقع الرسالة بتقول ايه ايش هو الاسم اللي بعتها مين لكن المهم المحتوى بيقول اطرقت السمع لحديث بسته ازاعة القرآن الكريم الان يتحدث عن مقام الولاية كانت كم من يومين وفيه يسرح فضيلة الشيخ بالمستمعين ويقول ان عرق النبي كان مسك يتهافت عليه اصحابه يتعطرون به وما يتبقى يحتفظون به في اناء ده كلام اتقال في ازاعة القرآن الكريم المفاجأة بقى هتشوفوا من اللي بيقول بيقول المتعدس في ازاعة القرآن الكريم انه عطر الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسك يتهافت عليه اصحابه يتعطرون به وما يتبقى يحتفظون به في اناء ده الرسول قال انا بشر مثلكم طيب قالك النبي لم يكن له ظل ليه حتى لا يطأ احد على ظل وبيقول ان عمر بن عبد العزيز وجد حية ميتة فغسلها وكفنها وصلى عليها صلاة الجنازة مع سائر المسلمين لانها كانت من الجن الذين نزلت فيهم الاية استمع نفر من الجن وقد علم بذلك على اللي بيتكلم بقى لانه ولي ورس الولاية عن النبي والتي ظلت تتوارث الى يومنا هذا تتمثل في علماء الازهر الذي يأتي اليهم الرسول الناس تباعا الذين يأتي اليهم الرسول تباعا في المنام يخبرهم عن اجابات لاسئلة قد ترد اليهم من مريديه حتى ان اخر هؤلاء الولاة دعاه ملك مصر على الافطار فرفض الشيخ ولما اصر الملك قال له انا لا اكل طعاما من دباء الناس واخذ حفنة ارز يعتصرها فاذا بالدم يسيل من حفنة الارز هذا نصا وحرفيا ما قاله الرجل الذي ظننته احد يعني ما هتحفظ على الكلمة الى انني فجئت والصدمة والمصيبة ان المتحدث هو الاستاذ الدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر هذا بلاغ اتقدم به على الهواء الى رئيس الازاعة المصري الاستاذ محمد نور الدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر قال هذا الكلام في ازاعة القرآن الكريم يعني طب ماشي احنا يعني القداسة للرسول طب انت اي عاوزين نقدس علماء الازهر انه الرسول يأتيهم تباعا في المنام يخبرهم عن اجابات لاسئلة قد ترد اليهم من مريديهم يعني الرسول بيجي العلماء الازهر في المنام يقول لهم على اجابات لأسئلة الناس هتقولها لهم ليه كده والله بتكلم ليه الاستخفاف ده نزع لنا من الدكتور علي جمعة قال انه يجوز ان تطوف حول الكعبة ماشيا وراكبا وعائما ده خفيه ده الدكتور علي جمعة رجل لطيف رجل زريف يعني على الاقل فيه اصل الكلام بتاعه لانه هنا لو السور معنا يا شباب الكعبة تعرضت الى الى سيل الى سيل وفيه المية محيطة بالكعبة وفيه في الاخبار انه عبدالله ابن الزبير طاف حول الكعبة عائما وده ظرف استثناء لا يقص عليه الكعبة هي لانه في ناس دكتور علي جمعة لما قال يا جوز ان تطوف حول الكعبة عائما فالناس قالت لك ايه عائم ايه هو في ايه لا الكعبة فيه صور كتير كان بيبقى فيه سيل والكعبة بتبقى وسط الماء طب ده ظرف استثنائي لا يقص عليه وانا اتمنى من الدكتور علي جمعة قال لا يلجأ الى الغرائب ما يلجأش الغرائب الحاجات الغريبة المهجورة خلاص يا دكتور علي نخلص بقى من الكلام ده انما الكلام اللي قاله الدكتور ابراهيم الهدود الوقتي ده اللي احنا محتاجينه من الخطاب الديني ده اللي احنا محتاجين نقوله اه للناس انه سيدنا عمر بن عبد العزيز وجد حية ميتة فغسلها وكفنها وصلى عليها صلاة الجناز مع سائر المسلمين لانها كانت من الجن جن ايه ربنا والله يعني اشترها معنا لانه احنا الحقيقة محتاجين علماء يقدموا خطاب ديني ينهض بالامة انما هذا الكلام وفي ازاعة القرآن الكريم انا للمرة التالية انا اطالب بتحقيق انه صاحب هذه الرسالة يعني قال انه سمع بازنه هذا الكلام يقال في ازاعة القرآن الكريم هلو معنا التسجيل كنا نجيبه بس هنجيب التسجيل فانا ارجو التحقيق في هذا الكلام وعلماءنا الافاضل رفقا بنا محتاجين خطاب ديني يناسب هذا العصر يتصالح مع هذا العصر